اشتركوا في القناة المعنى أنه سبحانه يقسم بالنجوم الخنس أي التي تختفي نهارا والنجوم الكنس أي التي تظهر بالليل في مطالعها والنجوم الجواري أي السائرة في السماء وتغير حال هذه النجوم ليلا ونهارا يدل على عظمته سبحانه والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أي أنه سبحانه يقسم أيضا بعظمة الليل إذا أقبل ظلامه وبعظمة الصبح إذا ظهر ضياؤه إنه لقول رسول كريم أي هذا القرآن نزل به رسول مكرم ذي قوة عند ذي العرش مكين أي الملك الموكل بالقرآن قوي على حمل هذه الأمانة وهو مقرب من ربه مطاع ثم أمين أي مطاع بين الملائكة وأمين على الوحي والمعنى أنه سبحانه أقسم قسما مؤكدا على صدق القرآن الذي نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام وقد وصف جبريل بهذه الصفات العظيمة وأنه مكرم مقرب ومطاع بين الملائكة وأمين على تبليغ الوحي وما صاحبكم بمجنون أي أن ما كان يصف به بعض المشركين نبينا صلى الله عليه وسلم من الجنون كذب عليه فإنه صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم من صغره إلى كبره أمعرف منه إلا كمال العقل فوصفهم له بالجنون حمق ولقد رآه بالأفق المبين أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رآ جبريل عليه السلام في غار حراء وما هو على الغيب بضنين أي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتهم ولا مقصر في تبليغ الوحي لكم وما هو بقول شيطان رجيم أي ليس القرآن بقول شيطان مسترق للسمع فأين تذهبون أي فأي مسلك تسلكون وقد قامت عليكم الحجة إن هو إلا ذكر للعالمين أي ما هذا القرآن إلا ذكر لجميع الناس يتذكرون به ربهم لمن شاء منكم أن يستقيم أي أن الذي ينتفع بالقرآن هو من أراد الحق وفعل الخير وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي أن مشيئة المرء وإرادته متعلقة بمشيئة الله تعالى الذي خلق وأنعم فلا يكون في الكون إلا ما أراد سبحانه شكرا للمشاهدة قد يريد من أجهزة الله تعالى